اشتركوا في القناة حول العقيدة فهل من الخطأ الاعتقاد بان الله له حد نهاية في ذاته من جهة التحت بحيث لا يماس العرش لانه بائن من خلقه مع العلم انني اعتقد ان الله لا يقع في الجهة المخلوقة وانه لا شاء يحوي الله ابدا ونحن العالم في الجهة التحتية من الله وهل الاعتقاد بذلك يجعلنا نشبه الله بالمخلوق من حيث اننا نجعل له حجما وبالتالي من له نهاية في ذاته يكون له بداية وذلك تبقى لمقولة الشيخ ابن المبارك حين سئلة بمن نعرف ربنا قال فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه قيل بحد قال بحد لا يعلمه الا هو فارجو بياني الاجابة بالتفصيل وجزاكم الله خير الجزاء وهنا صاحب السؤال بيسأل هل لله حد في ذاته وحد مكانه ده طبعا اختصار السؤال وخلينا نشوف الاجابة مع بعض هيقوله ايه بعد ما بيقوله الحمد لله وكده اما بعد فمن عادة اهل السلف رحمه الله انهم يقرهون التعمق في شأن كيفية صفات الله تعالى وتحرجون من اثبات او نفي الالفاظ المجملة التي تحمل حقا وباطلا واقفون في باب الصفات عند الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة وقد تحرج من بعدهم من اطلاق الفاظ لم تأتي بها النصوص الشرعية وان كانت ذات معنى صحيحة وهنا قال ان ائمة السلف بيكرهوا التعمق في شأن كيفية صفات الله وبتحرجوا من اثبات او نفي الالفاظ المجملة اللي هي مرة ممكن تحمل حقا وباطلا وبيقفوا في باب الصفات عند الالفاظ الواردة في الكرآن والسنة وخلينا نكمل الاجابة ومن ذلك ما نقله الزهبي في ترجمة ابي قاسم التاييمي انه سئله هل يجوز ان يقال لله حد او لا وهل جرى هذا الخلاف في السلف فاجابة هذه مسألة استعفى من الجواب عنها لغموضها وقلة وقوفي على غرض السائل منها ولكن اشير الى بعض ما بلغني تكلم اهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة محصولها ان حد كل شيء موضع بينونته عن غيره فان كان غرض السائل ليس لله حد لا يحيط علم الحقائق به فهو مصيب وان كان غرضه بذلك لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال وان كان غرضه ان الله بذاته في كل مكان فهو ايضا ضال وهنا اللي نقلو الزهبي هل في هل لله حد او لا قال ايه حب يستعفي عن الجواب عنها وقال على حسب غرض السائل ان كان غرض السائل ليس لله حد ما نقدر يعني ما نقدرش نعرف كل الحقائق عنه ده ممكن نقول كده وان كان غرضه بذلك لا يحيط علمه تعالى بنفسه يعني الله ما يارفش حاجة عن نفسه فهو ضال واللي يقول ان الله بذاته في كل مكان برضه هو ضال وخلينا نكمل الاجابة قال الزهبي الصواب الكف عن اطلاق ذلك ان لم يأتي فيه نص ولو فردنا وضاللو فردنا ان المعنى صحيح فليس لنا ان نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفا من ان يدخل القلب شيء من البدعة اللهم احفظ علينا ايماننا والزهبي قال الاحسن ان احنا نكف عن الكلام ده اللي ما جاش فيه نص اصلا ليه خوفا من البدعة خايف ان قلبه تدخل البدعة وخلينا نكمل الاجابة ولما نبتت نابتة الجهمية الخبيثة وادعت ان الله تعالى وتقدس في كل مكان وانه غير مباين لخلقه اضطر اهل العلم الى النص على ما يبطل هذه المقولة الفاسدة وقد عقد الامام ابو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي بابا في الحد والعرش قال فيه ادعى المعارض ايضا انه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية وهذا هو الاصل الذي بنى عليه جهم ضلالاته واشتقى منها اغلوطاته وهي كلمة لم يبلغن انه سبق جهما اليها احد من العالمين وهنا بيقول لما نبتت نابتة الجهمية الخبيثة والجهمية دي فرقة من المسلمين ومؤسسة واحد اسمه جهم بن صفوان وبيقول ادعت ان الله في كل مكان وانه غير منفصل عن خلقه وفاضطر اهل العلم انهم يردوا عليهم وقالوا كده وقد عقد الامام ابو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي باب بحاله كده في الحد والعرش والمعارض قال ان الله ليس له حد يعني ولا غاية ولا نهاية وده الاصل اللي بنى عليه ضلالاته اللي هو يعني المعارض اللي هو الجهمية وجهم وكده وخلينا نكمل الاجابة ولله تعالى له حد لا يعلمه احد غيره ولا يجزل احد ان يتوهم لحده في نفسه ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك لله ولما كانه ايضا حد وهو على عرش فوق سماواته فهازان حدان اثنان وسئل ابن المبارك بمن نعرف ربنا قال بانه ولا لرش بان من خلقه قيل بحد قال بحد فمن ادعى انه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى انه لا شيء لان الله حد ما كان في مواضع كثيرة من كتابه فقال الرحمن على عرش استوى امينتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم اني متوفيك ورافعك الي اليه يا صعد الكلام الطيب فهذا كل وما اشبعه شواهد ودلائل على الحد ودلوقتي هنا بنشوف انه جاوب ان لله فعلا في حد ولو حد قال ان الله غير محدود يعني احنا لما نيجي نسأل المسلمين هل الله محدود او غير محدود كل مسلمين يقولوا غير محدود الاجابة دي غلط لو حد قال الله غير محدود او لا حد له قد ايه رد القرآن وادعى انه لا شيء لان الله حد ما كانه في ايه في مواضع كثير في القرآن فرح قال لنا مرة مسلا الرحمن على العرش استوى امينتم من في السماء الاخر الكلام اللي ايه ابن المبارك قاله واستشهد بيه من القرآن وخلينا نكمل الاجابة وقد نقل زلك شاخ الاسلام ابن تيمية في كتابه درق التعارض وبين تلبيس الجهمية وهذا هو خلاص القول في هذه المسألة ان لله تعالى حد ولكن لا يعلمه احد غيره ولما كان اثبات الحد دون هذا القيد قد يوهم الحصر ومحدده في المكان نفى بعض اهل العلم يريدون بذلك نفي احاطة بالله علما وادراكا وانه سبحانه مباين للامكنة المحتسعة شيخ الاسلام ابن تيمية نقل في كتابه درق التعارض وكتاب بين تلبيس الجهمية ان لله تعالى حد لا يعلمه احد غيره ولو حد من اهل العلم بينفده بيكون بس نفيه ايه احاطة بالله علما وادراكا وفي اخر الحلقة انا دايما بسيب السؤال خلي بالك يا مسلم لو انت قلت ان الله غير محدود او ان الله في كل مكان ده بيكون كفر وضلالة وقد رديت القرآن ولازم تقول ان الله محدود وان الله باقي من خلقه والتقل بيكم في سؤال جديد في برنمك سين مجيه مو الالتقل اشتركوا في القناة